سوف نبدأ معك أحمد تطورات جديدة في التراجل الذى التونسي اسم ديف زكريان المدرب السابق المنبلية تقريباً اقترب أكثر من أي وقت مضى تقريباً أصبح في طريق مفتوخ هنا نقول مفهم حد شيء رسمي إلى حد الآن لكن هو الاسم الأقرب بنسبة كبيرة حتى التوى التدريب التراجل الذى التونسي أنا في تقديري إسلام يعني كاسم هو كمدرب عنده برشة خبرة مدرب رينا تقريباً تقريباً خمسة ستة سنين وأنا مشيت مرة للمنبلية وقتها أعملت بورتري الياس صخيري وقتها كان في منبلية وكان هو المدرب حتى سألت عليه وقتها الياس وبعض الملاعبين بتاع منبلية مدرب عنده شخصية قوية مدرب يسيطر على حجرات الملابس مدرب يفرض الاحترام ويفرض الانضباط وهذا في تقديري الشي هذا الترجي التونسي في حاجة ماسة إلى مدرب عنده شخصية قوية يضبط الأمور داخل حجرات الملابس لأنه في تقديري الترجي عندها رسيد بشري محترم رغم بعض النقاس الترجي قادم على استحقاقات وطنية وقارية وعالمية كبيرة بحاجة إلى مدرب كفر بحاجة إلى مدرب قادر على أعطاء الإضافة للترجي تونسي قادر على إرجاع الترجي تونسي لثوابته وهذا نتصور يمكن المدرب الفرنسي أنه ينجح فيه ولكن أنا في تقديره بالنسبة إلى الترجي تونسي ليست الغاية في أنك تجيب مدرب أجنبي بمقدورك أنك تجيب مدرب تونسي لكنه قادر على فرض الانضباط عنده شخصية قوية لأنه أثبتت التجربة كلما ضغطت جميع الترجري للتونسي كلما ضغطت باجات الفيسبوك على إدارة الترجري للتونسي رغم مقاومتها لذلك في عديد الأحيان إلا وكان الإختيار تقريبا على مدرب أجنبي لكنه في الأخير لا ينجح ليس المشكلة في أنك يجب أن تجيب على الأشياء ليس معنى أنه بالضرورة أنك تجيب مدرب أجنبي ليس غاية في حد ذاته تفرض مدرب أجنبي هذه فرضت وعشنا نفس الوضع وقتها قبل ما جئ كردوز وتقريبا التاريخ يعيد نفسه واستنجدت ويعجناها كذلك مع كرون نفس الضغط تضطر إدارة الترجري للتونسي في بعض الأحيان مرغم على أن تجيب مدرب أجنبي لكن في الأخير لا يحليفه النجاح أنا سؤالي هل دي زاكريان ملم بشؤون الكورة الإفريقية هل لديه تجارب في الشامبيينزليج الإفريقية هل لديه فكرة على البطولة التونسية هل هو ملم دي كريتير مهمين خطر أنت بشيء مارسل كولر كيجال أهلي لا لديه فكرة على البطولة المصرية لا لديه فكرة على المسابقات الإفريقية وهذا كل شيء مع الأهل في الفترة التحذيرات الصيفية لديه وقته لا يعرف الفريق لا يعرف الملعبية كان عنده متساع من الوقت لا يضبط أموره لكن تجيب مدرب أجنبي تقريب أقبل ثلاثة جمعات من استحقاقة الشامبيينزلي قرأي الترجلية التونسي ليست في مجموعة سهلة الفرق الموجودة في المجموعة لا يوجد الفرق في المتناول الترجلية التونسي بشيعاني للمرور من دور المجموعات أنا أخطأ إدارة الترجلية التونسي أنها تستنجد مدرب أجنبي تحت الضغط وهي تبدأ مقتنعة بالذي هو وراء المدرب الأجنبي هذا هو اللي بيشكون الحال الأمثل للترجلية لأنه في الساحة الوطنية فهم مدربين قادرين على أن يدربوا الترجلية التونسي قادرين على أن يضبطوا الأمور في حجرات الملابس اللي هي تقريباً مشكلة في الترجلية التونسي عند الترجلية التونسي ملعبية نجوم كل واحد يرى في نفسه عنده الأهلية والقدر بشيكون هو قائد الفريق كل واحد يرى في روحه اللي هو أقوى من المدرب وهذا الشيء صار مع كاردوزو لأنه فهم ملعبية حتى في التصرفات مع كاردوزو حتى في طريقة خطابه من كاردوزو كانوا متعالين نوعاً ما على المدرب خاني اخو رايك أنت مروين في الاسم هل هو الأنسب للترجلية التونسي اليوم؟ شوف اسليم كي جيت شوف البريود هذي اللي قاعدين نشوفوا فيها على المدرب أسكو أجنبي ولا تونسي ناس كل اللي تعطي في رأيها الراف في برشة معالتها محلين يحكيوا يقول لك الترجل نشحت مع مدربين تونسي واحنا نشوف اسليم يظهول الرافة مع بيت قاعدة تخدم كما نقوله حتها شخصية كما نقوله فمشكون يقول لك أنا قاعدين يلوجوا يحبوا يحطوا انترونير تونسي بالوغاء أخرى حتى في الأعليم في المحلين كل شي عليش احنا في كيب ناسيونال ملقيناش مدرب تونسي احنا طوى في الظروف هذيه أو حتينا فوز بنزرتي قالك ليه حتينا فلين قالك ليه طوى عندك مدرب تونسي نجمي شد درجل موجو؟ أعطيني ساميلي هذي أخي الثراجرية تونسي عليها مافهم لدرجة ذيه مافهم مدرب لا أحمد يقول لك حتى مسألت شوية متراجي يقول لك أهنا الجمهور اليوم ما واش قابل مدرب تونسي يقول لك همش نجي مدرب تونسي نحنا فقط لحظة يقول لك حتى باش نحط مدرب تونسي اليوم باش يدخل يخدم تحت الضغط من أول انهار عدا نتجنب هذي يا إسلام يسير فيها الجمهور وإلا إدارتها تتصرف وفق ضغط الجمهور لا يقال ليس لي معا الحق نحنا في إطار الترجلية التونسي لا لا خلينا نحكي بكل شي خلينا نحكي بكل معلتها أسمعني كل قادة دي سفير وحرك يحب كل واحد يخدم الموضوعية خلينا نحكي بإطار الترجلية التونسي يحب يجيب وله يحب يشد لأنا خلينا نحكي بكل اطار الترجلية التونسي جمعية عند إفكتف محترم صحيح في بعض النقايص لكنه فيه كاليتي ما هي مشكلة الترجل يتوسي هي مشكلة مدرب يعرف يوظف الملعبية ويعمل الخطة التكتيكية لتتلئم معه لهوية متاع فريق اسمه الترجل يتوسي المدربين موجودين بالنسبة للمدربة حسب السيفيم تيه يظل قادر يشد الترجل كان في صورة ميجيلة حقيقة السفوار قد يبشي طالب معتها فلوس وكل شيء ما يتكلفش برشا ما يتكلفش برشا كي تشوف السيفيم تيه عمل في مونبليا 4 سنين عمل في نونت 4 سنين كل فريق يمشير في كلورمونت زادة من 2009-2012 عامل 3 سنين معنى تذار مدرب كان يحبوا يخدموا الترجل ويقص خاطر اليوم ما اسمع احنا الجمهورنا ميس بورش السليم ديما يحبوا يجيبوا يجبوا انترونير يجبوا 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 المسيرة المدرب كل جماعية يبقى فيها 4 سنين معنى يظهر على حسب السيفي أحمد يظهر يستحق معنى يكون في التراجي كان يصبروا عليه حتى شخصيته أبارة من السيفي شخصيته زادة كمدرب شخصية أبارة ذي خاطر اليوم يقولوا احنا ننجحوا هذا كان يحبوا العقلية تتبدل معنى الجماهير الرياضية بسيفة عامة عليش نحنا كل مدرب نجيبوه ميفوت العام نحيوه هذيك أكثرش من المنبيلية فريق كبير معنى في فرنسا وقعد معها أربع سنين يظهر معنى مدرب فاشل كان نحب ونخدمو معنى كانت تراجي اليوم رأي أسمع الكورة في الربح اللي قصرتنا جمتهز متنجمتهز كل شيء ما حسب السيفي متاع المدرب ذي قادر يبني لك فريق والي هوم الجمهور معنى ميسبرش هذيك المشكلة عم أكيد شوف أنا ممكن التراجي يعطي يستفيد من المدربة ذي كان في صورة ما يجي للتراجي أحمد السنين اللي قررها المدربة ذي يدار في فرق في وسط ترتيب وإلى في أسفل ترتيب في فرنسا تقريبا بعيدا مستوى أفضل البطولة فرنسا من بطولة تونس لكن تراجي في شخصيته عنده حتى كم الكلمة اللي تعالى الورشة يفرضها عليه الفريق اللي يلعب به وإلى تعود بشخصية معينة وطريقة لعب معينة وإذي قالوا حتى في تصريحاته هو يحب يلعب التالي ويلعب للكونتر نجمي بدلك يجي للتراجي ذي تونسي أكيد هو أخي مسؤولي التراجي ذي تونسي أكيد أحكيه مع المدرب وأكيد معنى يعرف المدرب اللي يدرب التراجي ذي تونسي يعرفه على شقه دمرك أنت مكشد درب في فريق من أفضل معنى الفرق الفريقية فريق معنى معنى معروف على المستوى العالمي فريق هذا في الشمبيونة متاعه تقريب تنين وثلاثين وثلاثين مرة يعني ما مش شو إسلام المشكل ما إيش في السيفي بتاع المدرب المشكل في أنه هالمدرب هذا قادر على أنه يسيطر على المجموعة الموجودة في التراجي التونسي قادر على أنه يلعب التراجي التونسي كما أنت كنت تحكي وإلى لا أنا في تقديري كما كان يحكي مروان أنا المدرب قتلك مشيت المنبلي ومعنى حضرت غاديك التدريبات وسألت حتى الملعبية وقتها مدرب شخصيته قوية مدرب لا يحكي مع حد غاديك الملعبية وكل شيء حتى كنحكي مع الياس السخير يعني مدرب يفرض الانضباط مدرب في الأعوامل التي لدينا فيها ممبيلية ليس بضرورة لعب على البطولة على الشمبيونة مرة وقتها ممبيلية متكلاسية الثانية وكل شيء مدرب معنا تنكير وإلا يلعب على الطيوح وكل شيء مهمة الشخصية مهم أن يفرض الانضباط لكن مشكلة التكليق والإكيوب تصنع اللعب واليحب على الجمهور والإدارة والنسل ويتنح علاقة كاردوزو هذا مهم أكثر هذا مهم جدا أن تلقى البروفيل الملعبية الموجودين في الترجل التونسي تنجم تبني بها فريق ويضغط فريق يطلع فريق يسيطر فريق يماركي فريق يسجل بونتويت كثيرة موجود الأفكتيف في الترجل التونسي موجود أما المشكل أن يقضلك في توظيفه شخصيته شخصية تسيطر على الفيستية شخصية تفرض الاحترام على الملعبية وهذا مهم جدا في الترجل التونسي فريق